دور تاني غير دور الإمام الطيب وكان يبقى دور مثلا حد من جماعة الإخوان دور الشرفير تعملوا تعملوا ما تقولش أنا كده ممكن الناس تخل مني موقف لا هعملوا هعملوا أنا الحقيقة كان لي حظ كان كويس في أن أنا عملت مجموعة شخصيات تاريخية الناس ما تعرفش عنها حاجة ألا في التاريخ يعني عملت أحمد بن دقاد في عصر الأئمة مع أستاذ حسين مدين مصطفى الله رحمه وده كان واحد من العلماء الكلام الكبار في الدولة العباسية من أصحاب الكلام وعملت الإمام الليس بن سعد وعملت جمال الدين الأفغاني وعملت جمال الدين الرومي وعملت الرئيس السادات وعملت الرئيس جمال عبد النصر في الإزاعة وعملت طاحسين فلما تعرض علي الشيخ الطيب أنا كنت بسعي جدا أنا مبسطت أن أتعرض علي أن أعمل الشيخ الطيب الحقيقة لكن لو تعرض علي أي شخصية أخرى في هذا العمل هعملها لأن أنا أوقن أن أي ممثل مصري لو عمل مشهد واحد في الاختيار فده شرب بالنسبة له هو المسلسط ده أصله بفعلا مهم للتوثيق وللوعي بشكل عام بزبط إنما أنا كنت سعيد أنا كنت سعيد جدا أنا بعمل الشيخ أحمد الطيب دكتور أحمد الطيب طبعا طبعا ليه؟ أنا زاكرت الشيخ أحمد الطيب قلت لي كده لما كنا بنتكلم في رمضان زاكرت هذا الرجل أبوه عشان تعمل شخصية حتى أيما كان مساحة هذه الشخصية لازم تذكرها كويس جدا يعني هو بداية أحمد محمد أحمد الطيب الحسني فهو ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب فهو رجل من آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وتعالى تتكلم عن رئيس حكماء رئيس مجلس حكماء المسلمين مفتي الديارة المصرية السابق رئيس جامعة الأزهر الإمام الأكبر أول إمام التمانية واربعين للجامعة الأزهر فأنت قدام قيمة كبيرة جدا صحيح فلازم أنت تبقى قد ده إما هذه الحاجات اللي أنا قلتها تبقى مخلب فوق دماغك إما تسحبك وترميك في حتة تانية خالص وإما أنت تبقى مظلة بالنسبة لك أنت تظليلك لو أنت عرفت هذه الداتة اللي موجودة بالإضافة أنه راجل صوفي هو راجل صوفي لازم تلم بكل أطراف هذه الشخصية أنا متذكر روحتك قلت لي في المكالمة التليفون من ضمن المذاكرة أن حضرتك قعدت تفرجت على المنظرة الكاملة مع الدكتور الخوش بالضبط ليه بسيت على المذاكرة المنظرة دي؟ لأن أنا شفت حوالي 7-8-9 ساعات للشيخ طيب إنما هذه المنظرة طبعا الشيخ طيب في البرامج في البرامج اللي هي حد برنامج هو بيقدمه بيتكلم عن حاجات في الفقه في أسئلة في حاجات في كلام بيدي فهو بيتكلم من منظور ديني فقط كعالم ديني إنما هذه المنظرة أو هذه المحاورة زي محاورة أفلاطوني يعني أي هو كان قاعد قاعد كبني قاعد عادي والدكتور الخشت قاعد هو بالتنظر هما الاتنين فأنت شايفه لما بينفعل بيطلع بروح فين لما ما بينفعلش تون صوته بعمل إزاي يعني أنت بتتفرج على الإنسان يتحاور فممكن جملة تتقله فتخليه انفعل وجملة تتقله فتخليه لا ينفعل يعني أنت بتشوف بني آدم في حالاته الانفعالية المختلفة وده الفرق على فكرة بين الفنان وبين المونولوجست المونولوجست بياخد جزء من الشخصية لأنه مهمة المونولوجست إن هو يدحك الناس مقل داتي آه يعني حياخد منطقة يعمل فيها حاجة تصير الضحك عند المتفرج إنما الممثل لا ممثل يقدم شخصية ها؟ هذه الشخصية يقدمها شخصية بالمنحة الإنساني صح يعني كيف تتكلم تنفعل، تاكل، تشرب، تمشي، تقعد يعني طاقة حسين مسلا ما عرفش عماله ولا أحد لازم طاقة حسين لما يقعد يبقى عامل كده أو يبقى عامل كده دي كل دي حاجات تفاصيل للشخصية كل ما كنت مغرق في التفاصيل لأن الكاميرا دي آآآآآآآآآآ رائعة كاشفة مزهلة رائعة شكرا